اليوم لن أتعرض لهذه المسائل لأنّا ثمّت مسائل علميّة هائلة سأخوض فيها لكن سأنتهز أيضاً هذه الفرصة في هذا المقام الكريم بإذن الله لأجيب أخي الشيخ محمد الدهوم قال لي أنا أريد أن تجيبني عن موضوع علاقتك بمجتبى الشيرازي فقط الآن يريد هذا أنا أقول له للأسف مضطر أن أقسم أقسم بعزة جلال الله لا علاقة لي لا بالشيرازي ولا بغير الشيرازي أما أن مشتبى الشيرازي بالذات هو المخصوص فهذا الشخص بذاته أنا لا أحترمه مطلقاً أنا أحترم كل المسلمين شيعة وزيوداً وإباضية هذا الرجل بالذات مشتبى الشيرازي وقد تكلمت عنه في خطبة دون أن أذكر اسمه وليس من هدي أن أذكر أسماء الناس حتى الذين يسبوني أمثالكم لا أذكر أسماءهم هذا تكلمت عنه دون أن أذكر اسمه لأنني تأذيت جداً 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 بوقاحته وبذاءت لسانه في حق أصحاب رسول الله وفي حق المسلمين الأحياء والميتين تأذيت منه جداً وعلقت على ما أذكر في خطبة قبل أشهر قلت أنا لا أتوقع من رجل شيبة كبيرة ينبغى أن تكون وقورة ومحترمة أن يفوه بمثل هذه البذاءات بدأت لا يمكن لا يمكن لي ولا لأحد منكم أو من كنا أن يفوه بها ثم يا أخي محمد الدهوم وأخي عثمان الخميس أصلحاً لله وإياكما ما ذكرتما عني؟ سيناريو ألف سيناريو فكذا متخيل حين كنت في الكويت على كل حال أنا أرمى بالتقية لا يمكن ليس مثلي بالذات من يرمى بالتقية يتعرفون لماذا؟ لأن كل حج تأخذانها عليه فإنما تأخذانها من كلامي أنا رجل صريح فوق الصراحة ذاتها بفضل الله تبقى الله وتعالى معروف عني معروف عني جراءتي وجسارتي تقريباً المتفردة ما رأيكم؟ أنا أغامر دائماً حتى بسمعتي بمصالحي فقط في سبيل أن أعرب وأن أبين عن عقائدي وقناعاتي أفعل هذا دائماً وهذا المنبر وهذا ينزل على اليوتيوب أنا لا أخفي شيئاً من قناعاتي بفضل الله تبارك وتعالى كما يفعل كثيرون من المتمشخة والمترسمين برسوم العلم أنا لا أفعل هذا ولا أعتبر أن هذا أيها الإخوة بلية بالعكس هذا من مزاياي لأنني مرتاح متصالح مع نفسي ليس لي شخصيتان ليس لي وجهان ليس لي ظاهر وباطل الذي في قلبي أقوله على لساني بفضل الله كنت في الكويت وأنا ذكرتها له في جلسة من جلسات مسلسل التعريب بمباحث الفلسفة الذي دعيت إليه في الكويت الحبيبة أنا قلت هذا والآن أشهد الله علي أشهد الله على ما حدث يا أخي الدهوم أنا خرجت جنب الجمعة فلا والله لم يكن معي أحد ولا سائق تكسي ولا أحد لم أكن إلا وحدي والله والجمعة موضوع عني وأعرف هذا لكن أحببت أن أصلي الجمعة وأنا أستمع إلى خطيب في الكويت الحبيبة فخرجت والجو حار جدا بالنسبة إليه كإنسان يعيش في أوروبا مشيت مشيت سمعت قرآنا بمقام عراقي حزين فقلت هذا مسجد فقصدته يممته فمن شكله ومن زخرفته أعلمت أنه مسجد شيعي أصلي خلف الشيعي وخلف الإباضي وخلف الزيدي من غير حريجة دونما أدنى حريجة بفضل الله ولكنني أعلم أن معظم مساجد إخواتنا الشيع الإمامية لا يقيمون أيها الجمعة ولكن أنا أريد أن أصلي الجمعة أريد أن أستمع إلى خطبة فانصرفت عنه هذا ما حدث يا أخي الدهون تريد أن تعرف أن عدنان إبراهيم هذا ما حدث سألت رجلا يبدو أنه باكستاني من سحنته قلت له أخي أليس هناك ثمة مسجد آخر قال هذا ما سيقلت له لا مسجد آخر سني نظر هكذا قال له هذا المكان لا يوجد شيخ الدهون يقول هذا بليدة أنا لا أعرف يا بليدة لا أعرف أنا لا أعرف أين أنا أصلا أنا ضيف فقط وأنا لست من طلاب السياحة في الأرض ولا أبداً إن خرجت أنا أخرج فقط للمكتبات أشتري كتباً لا أذهب لأتسوّح ولا أتفسّح أنا حياتي كلها يا شيخ محمد الدهون وأنت ارتأيت أن تعرّف بي وأنت لا تعرف عني شيئاً أنا حياتي كلها منذ رعومة الأظفار وأنا دون العاشرة في العلم وبين بطون الكتب أنا لم أولد هكذا ولد إعجازية بعد الثلاثين والأربعين وأصبحت مثلاً من أهل العلم لا 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 أنا حياتي كلها في بطون العلم والأصفار بفضل الله تبارك وتعالى فقال لي لا يوجد ثمّت مسجد آخر ليس إلا هذا فقلت على بركة الله دخلت وصلينا معهم الظهر وجمعوا العصر جمع تقديم أيها الإخوة وألقى أحد الشيرزين لا أعرفه شاب صغير ربما في الأربعين من عمري أو ربما يكون سنيني في مثل سني جاوز الأربعين بقهي لا أدري على كل حال ألقى موعظة عن محمد وآل محمد حقيقة خشع لها قلبي أنا من المحبين المتيمين برسول الله وأرسول الله فالحقيقة أنا من العاشقين لآل محمد نعم وأقول لأخي الشيخ الخميس دائما هو يعني يهوله وكيف يتحدث عن فاطمة يا أخي الشيخ وثمان والله العظيم يا أخي أخسم بالله وأنا لك محب إن شاء الله تعالى لا أقول هذا مبالغة والله أنا أحب كل موحدين نصيحة من العبد الضعيف حدنان إبراهيم لأخيه وثمان الخميس راجع نفسك في تعليقاتك على هالبيت ما الذي يغيظك أنني أسلم على فاطمة أحب فاطمة يا أخي كيف لا أحبها هل تتوقع مني أن أجعل عائشة رضوان الله عليها في مثل مقام فاطمة إني إذن لا من الجاهلين وهذا سيغيظك ربما لا 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 في نظري خذوا هذا عني يقولوا قال عدنان إبراهيم ثم أحكو بما شئتم لزتم من الجاهلين أيها الإخوة أو المخذولين لأقول إن عائشة يمكن أن تقرم بفاطمة أصلا عائشة بنت أبي بكر فاطمة بنت محمد لن أغلب على عقلي بنت محمد يا شيخ عثمان طبعا لن أتحدث عن عائشة بأي حال من الأحوال كما أتحدث عن فاطمة حتى تكون مرتاحا أنت لا تكتشف خبئا أنت لا تكشف عن سر انظروا كيف يتحدث عن فاطمة فاطمة عليها السلام أنا خادم لأعتاب فاطمة خادم لنعل فاطمة عليه السلام نعم ما لا تتوقع مني فاطمة بضعة مني النبي يقول بضعة وهي في الصحاح يريبني ما يريبها يغضبني ما يغضبها بضعة إنها بضعة المصطفى لحمه ودمه عذروني والله هكذا أغلب على نفسي وقد بدأت هائدا وحب أن أبقى هادئا لكن لا أستطيع فأقول للشيخ عثمان يا أخي بالله عليك والله أنا مشفق عليك أقسم بالله بالله عليك استهد الله تبارك وتعالى استهد الله يهدك الله إن شاء الله تعالى اترك يا شيخ عثمان أنا أقول لك هذا المقام الذي أنا فيه الآن هذا خيالي أنا نفسي لا أرى نفسي إلا خيالا أرى كل شيء بمنظور زوالي كل شيء زائل ذاهب هذا البخاء والخيال يا شيخ عثمان يا شيخ دهوم وكل المشايق تكلم أنا أفعل هذا إن شاء الله تعالى مستعين بالله والله العظيم وفي نيتي دائما تكلم كما لو كنت الآن على فراش الموت الآن أنا الآن أنزع أحتضر ماذا سأقول أنا الآن أكلمك يا أخي الشيخ عثمان كما لو كنت أنا الآن على فراش الموت لن أزز ولا ننقص ولذا أدعو لك وأرجو لك الخير والإخوانك وهي نفسي إن شاء الله ولكن سأقول لك الحق كما أفهمه اختلفت اتفقت معي الحل عند الله أن تستهديه عد إلى نفسك أترك يا شيخ عثمان الجعجعة والجمهور والناس والمقترحات تعرفون ما الفرق بيني وبينكم إخواني حفظكم الله أنا لا يقترح عليّ أحد ما رأيكم؟ والله يا العظيم لا أحد يجرؤ أن يقترح عليه يا شيخ عدنان تكلم في هذا ولا تتكلم في هذا لا أحد تعرفون لماذا؟ لأنني لم أسمح نفسي ومن فترة بعيدة أن يشتريني أحد طبعاً وقد أرادوا أن يشتروني لن أقول الآن من هم فقط لكي تعرفوا جهات كبرى جداً 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 أكبر مما تتخيلون عدنان إبراهيم عدنان إبراهيم أرادت أن تشتريه جهات كبرى أكبر مما تتخيل أصلاً أنت وطبعاً ستعلم ما هو الثمن الذي كان سيدفع لعدنان إبراهيم كن واثقاً من هذا لم أفعل هذا أريد أن أبقى وأظل حراً أفرغ عن قناعتي وأتكلم بمنطقي الخاص لذلك كلامي عليه مسحة خاصة أيضاً له امتياز خاص لأنه كلامي أنا ليس مقترحات عليه وليس مفروضات وليس أجندات وليس برامج أبداً نسأل الله جميل فتحه وحسن تلطفه بنا اللهم أمين على كل حال وهذا ما كان من قصة صلاتي في مسجد لإمام شيرازي قلّك شيرازي ما شيرازي إذن كذا مجتبى مش مجتبى ما هذا ما هذا السيناريو هذا العجيب جداً لا أصفه بقى غيره ما هذا السيناريو المتخيل هذا العجيب لماذا؟ جعلتم الحبّة قُفة وألفتم قصة من لا شيء أنا أريد أن أريحكم يا جماعة المشايخ وجماعة إخواني وأشفض الله على ذلك في اليوم الذي سيتغيّر فيه اعتقادي في أي مسألة أنا سأقول هذا على المنبر يعني عشان نجيبها من قصير كما يقول نجيبها من النهاية أنا لو كنت مقتنعاً بعقائد الشيعة الإمامية مع احترامي وحبّي لهم أعيدها لكنت الآن مبشراً بعقائد الشيعة الإمامية وأفعل هذا على المنبر وإن انفضّ عني معظم جمهوري انتبهوا لا تقول لي يتقيها ويتقي أنا لا أتقي إلا الله تبارك وتعالى ولا أؤمن بهذه التقية التي تتحدث عنها أو تفهمها لا أؤمن بها ولا أستخدمها ولا أولد أن أستخدمها لا تنطبق مع مزاجي لا تنطبق مع شخصيتي أنا شخصيتي شخصية واضحة جميعة بيّنة شفّافة وحسّاسة شفّافة تماماً ويظهر تحسّسه لأي شيء بوضوح يعني يمكن أن يفهم ولذلك أنا أقول لك روح استفتع علماء النفس قل لهم هذا شخص مريب وشخص عجيب أتعبنا استمعوا له خمس ساعات أربع ساعات هذه خمسمائة دينار قوّموه لنا أنا متأكد لو سألت أي عالم نفس يفهم مهنته سيقول لك هذا شخص عجيب في وضوحي وشفّافيته عجيب جداً يندر أن تقع على مثال له الآن في هذا الزمان العجيب الذي كله زمان استخفاء تمثيل وافتعال يا جماعة شيء عجيب نسعه الله حسن الهداية على كل حال طيب